الحصات من قناة الفلوج المنابر تدعو للقصاص من منفذ فاجعة الخالص وأطباء ديالة يضربون بعد اغتيال المدفع أربيل تكشف عن ملامح اتفاق مع بغداد بشأن النفط وسوداني يوجه بضرب مهربي العملة بحلة جديدة وبمقتنيات عمرها آلاف السنين المتحف الوطني يعيد افتتاح أبوابه مجددا بسبب النفايات والمياه الآسنة فرات الأنبار يستغيث والمنظمات الدولية تحذر من كارثة صحية البداية من بغداد إذ اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد وأقر أعضاء اللجنة التنفيذية توصيات اجتماعهم لرفعها إلى المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والتي ضمت بحث السبل لتطوير عمل الاتحاد من خلال بحث الآليات اللازمة لتقوية علاقة الاتحاد مع المؤسسات العربية المعنية بالعمل العربي إضافة إلى سبل تطوير العلاقات مع نظيراتها الإقليمية والدولية هذا ووصل رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود والمراقبون إلى بغداد العاصمة للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد غدا السبت وكان في استقبال الوفود بمطار بغداد الدولي رئيس البرلمان ورئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي وعدد من النواب ويعقد الحاضرون لقاء تشاوريا قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر فيما ستعقد الجلسة الختامية في قاعة بغداد بالقصر الحكومي مساء يوم الأحد المقبل في السياق قال الاتحاد البرلماني العربي إن اجتماعات الاتحاد في بغداد تأتي لمناقشة المعوقات التي تعترض سيرة عمل الاتحاد وكيفية التغلب عليها ليستطيع تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به والمثاق والأهداف وأضاف أن المعوقات معظمها إدارية ومالية وبينها تخلف بعض الدول عن استداد المالي مبينا أن اللجنة التنفيذية تقترحت عقد جلسة استثنائية لبحث المعوقات وتقديم الحلول وعرضها خلال المؤتمر بينما شار إلى أن ذلك الاجتماع يعد منطلقا لعودة العراق في مقدمة الصف الأول فيما يخص التضامن العربي كما كان حاضرا في كل المجالات إذن تستضيف بغداد مؤتمر البرلمانات العربية بنسخته الرابعة والثلاثين بمشاركة عدد من الدول العربية التي أشادت بدور العراق إقليميا ورحبت بجهوده حيث يشهد تحسنا كبيرا في علاقاته مع محيطه العربي تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير بعد أربعة عقود من الغيابة يعود مؤتمر البرلمانات العربية بنسخته الرابعة والثلاثين في بغداد وهذه المرة يحمل الشعار الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق ودعم سيادته بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد يأتي ذلك بعدما شهد العراق تحسنا كبيرا في علاقاته مع محيطه العربي وتناميا متزايدا خلال السنوات الأخيرة رئيس البرلمان ونائبه انشغلا باستقبال الوفود العربية التي حطت رحالها في العاصمة بغداد للمشاركة في المؤتمر الداعم للعراق والذي سيعقد في يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر ردود الفعل العربية بدأت تتصاعد قبيل انطلاق المؤتمر من خلال الوفود العربية التي أشادت بدور العراق إقليميا ومرسم الاستقبال وحسن الضيافة الاتحاد البرلماني العربي يعلن أن أجندة اجتماعاته في العاصمة بغداد تأتي لمناقشة المعويقات التي تعترض سير عمل الاتحاد وكيفية التغلب على المعويقات ليستطيع تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به والميثاق والأهداف المتوخات من الاتحاد كما سيناقش تخلف بعض الدول عن السداد المالي وبحث المعويقات وتقديم الحلول فيما شارع العراق بمناقشة قضايا سياسية واقتصادية فضلا عن الملف السوري ورفع الحصار عنه في حين يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف مجالات التضامن والتعاون العربي وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية دبلوماسيان أيضا شدد وزير الخارجي فؤاد حسين على ضرورة متابعة مخرجات زيارته والوفد العراقي إلى واشنطن وتنسيق الجهود المشتركة بشأن نتائجها وأكد حسين خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانيسكي ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من الزيارة وناقش الجانبان ملف توقف المباحثات الإيرانية الأمريكية خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد أما الآن ينضم إلينا أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني أهلا بكم دكتور فاضل دكتور فاضل أين تكمن أهمية استضافة بغداد لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وفي هذا التوقيت بالتحديد شكرا لكم في الحقيقة هذا المؤتمر يمثل إضافة جديدة ويجعل العراق منصة عربية دولية في الإطار الدبلوماسي في إطار تعاون العربي العربي أو العراقي الدولي وبالتالي تجعل العراق في مقدمة الصفوف العربية التي من شأنها أن تساعد الوضع العربي لارتقاء بتطور جديد في مجالات الحياة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الإنسانية في الواقع أهمية هذا المؤتمر وأهداف هذا المؤتمر بدورته الأربعة وثلاثين اللي رح يقد يوم غد السبت أنا لاحظت أنه في ثلاث مهام رئيسية لهذا المؤتمر الاتحاد البرلماني للعرب الأول يتعلق به الوضع الداخلي للاتحاد فيما يتعلق بالمعوقات وآليات عمل تطوير مهام عمل الاتحاد بما يقدم خدمات وينهض الجانب الآخر هو عملية تنسيق التعاون بين البرلمانات العربية وأن تكون حاضرة أن تظهر إلى العلن وأن تمثل الشعب العربي من خلال هذه البرلمانات والشقة الثالث هو خلق آلية جديدة للتعاون البرلماني العربي مع البرلمانات الدولية وبالتأكيد هذه خطوات جديدة كانت في السنوات في السنين الماضية على الأقل من متأسيس الاتحاد البرلماني العربي في 2001 لحد اليوم كانت في معوقات أمامها الآن يبدو لي في خطط استراتيجية للواقع والمستقبل وهذه تؤشر نقاط مهمة نعم طيب دكتور فاضل تفضلت بالإشارة إلى المكاسب السياسية يعني أهم تلك المكاسب السياسية خاصة في ظل الوضع الإنساني في سوريا المجاورة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية بشكل عام في المنطقة والعالم إذن إذا تابعنا طبيعة ومهام الاتحاد البرلماني العربي الذي أنشئ في 2001 كانت حقيقة الديباجة تقول أنه يمثل الجهة التشريعية لجامعة الدول العربية نعم وبالتالي اليوم يعني ملقات على عاتق الاتحاد البرلماني العربي ومن خلال هذا المؤتمر بضرورة دعم سوريا كشعب عربي لا أن ننظر إلى العلاقات العربية العربية في إطار السلطة التنفيذية أو الأنظمة العربية فيما بينها الخلافات عندما تحصل بالنتيجة تكون المشاكل تتراكم على الشعوب الفقر عدم التعاون الحرمان الحصارات وغيرها وفي الواقع يعني كلمة السيد محمد الحلبوس رئيس البرلماني العراقي في اجتماع القاهرة سبع كانون الثاني الماضي ركز على عودة سوريا سوريا باتت يعني جرحا عربيا ضاغطا على البرلمانيين العرب بضرورة عودتها لأن الشعب السوري بات يعاني لم يعد يتحمل ظنك الحياة الحصارات لم يعد يتحمل ويلات الحروب نعم والكارثة الطبيعية التي حلت به قبل أسبوعين تقريبا الزلزال الذي ضرب سوريا إذن من أولويات عمل الاتحاد البرلماني العربي في هذا الاجتماع انتشال سوريا من الواقع المتردي الذي هو يتحمله شعب السوري لا تتحمله الحكومة وبالتالي هذه خطوة مهمة جدا في الإطار الإنساني والإغاثي هو في إطار لملمة يعني مشاكل الدول العربية على الضمن السقف الشعبي نعم طبعا بالإشارة إلى مشاكل الدول العربية كيف يعني تقوم علاقات العراق أخيرا مع محيطه العربي خاصة بعد الزيارتين الأخيرتين إلى السعودية والإمارات يعني قبل الحديث عن هذا الموضوع عندما نتحدث عن سوريا سوريا تمثل هم كبير ولكن بكل تأكيد لابد أن نفرد مساحة أيضا مهمة عندما تنظر البرلمانات إلى الواقع السوري بكل تأكيد راح تنظر إلى واقع الشعب العربي في كل مكان في اليمن في تونس في يعني ليبيا بكل الدول العربية بشعوبها أما ما يتعلق بحقيقة هذا النعقاد هذا المؤتمر أولا هو جاء استكمالا للدعم الدولي والعربي لبغداد في مؤتمر بغداد الأول والثاني الذي حصل في بغداد وفي البحر الميت في الأردن ونار رعاية عربية ودولية كبيرة جدا الزيارات التي حصلت والتعاون مع الإمارات مع دول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية الأردن قطر دول الخليج الانفتاح العراقي سياسيا وديبلوماسيا على أميركا على الغرب على ألمانيا على فرنسا في الواقع يجعل العراق الآن قد انتقل من مرحلة العنف والغوص في مشاكل الداخلية سياسيا أمنيا اجتماعيا ارتقى إلى أن يظهر ويعلى صوته في المنابر الدولية بأن العراق أصبح دوره رياديا ومهم وأن كل الأطراف الدولية كانت عربية أقليمية دولية هي بحاجة إلى العراق وهذا هو العراق اليوم أصبح حاضرا وجاهزا أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا أمنيا شهدت العاصمة بغداد اشتباكا مسلحا أسفر عن اعتقال تاجري سلاح بحوزتهما كميات من الأسلحة والبنادق الرشاشة وعن إصابة منتسب في جهاز الأمن الوطني وذكر بيان للأمن الوطني أن مفارز الجهاز نصبت كمينا لمجموعة من تجار الأسلحة في منطقة الشعلة ببغداد أفضى إلى الاشتباك وتبادل إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد ضباط الجهاز وأحد المتهمين أعقبها إلقاء قبضي على اثنين من التجار وبحوزتهما كميات من الأسلحة والبنادق الرشاشة ليس بعيدا عن الملف الأمني حيث استنكرت مساجد الفلوجة مجزرة الشياء إلى المروع التي ارتكبت بحق الأبرياء العزل في محافظة ديالة واستهداف الكفاءات العلمية وأطالب خطيبه جمعة الفلوجة الشيخ عبد الحميد جدوع الجميلي السلطات القضائية بالقصاص ممن يحاول إعادة العراق إلى مربع الطائفية ألا لعنة الله على المجرمين وعلى القاتلين وعلى الذين يروعون الناس وعلى الذين يريدون أن يفرقوا بين أبناء البلد وعلى الذين يريدون أن يشعلوا البلد من غربه لشرقه ومن شماله لجنوبه فعن أي حدث نتكلم عن ديالة ومصابها ودمائها أم نتكلم عن هذا الطيار البريء الذي قتل بدم لا أقول بدم بارد وإنما قتل بدم فاسد أناشد القضاء أن يفعل دوره وأن يقف أمام الجميع على مسافة واحدة وأن يبعد العشائرية والقبلية والدقات العشائرية والثارات والإعلام الهابط هم سنوا قانونا جميلا فيما يسمى المستوى الهابط لكن مستوى الطائفية من أناس لهم أتباع ولهم رنة وطنة وشنة هؤلاء تثيرهم على دماء الناس ربما صاحب المستوى الهابط لا يريق دما من ناحية ثانية استنكرت لجنة الصحة والبيئة النيابية بأشد العبارات جريمة اغتيال الدكتور أحمد المدفع في محافظة ديالة وفيما أوصت بضرورة كشف الجنات بأسرع وقت ممكن أكدت على أهمية أن يكون الرد سريعا على تلك المجامع الإرهابية وعدت اللجنة في بيان فقدان المدفع خسارة كبيرة للمؤسسة الصحية موصية بضرورة كشف الجنات بأسرع وقت من قبل السلطات المحلية أو الحكومة الاتحادية وأن لا تمر هذه الحادثة كسابقاتها لأن هذه الجريمة تعد اغتيالا للمؤسسة الصحية والتعليمية وتنذر بعواقب وخيمة ودعت لأن يكون الرد سريعا على هذه المجامع الإرهابية التي لا تريد للعراق التقدم وذلك باغتيال علمائه الوطنيين الشرفاء بدورهم دعا أطباء محافظة ديالا السلطات إلى كشف قتلت الطبيب أحمد المدفعي بشكل عاجل محذرين من تجميد عملهم في المستشفيات والخروج من المحافظة إذا لم يحاسب القتل اليوم أطباء ديالا جبيعا توجهوا إلى مجلس عزاء الشهيد المغزور الطبيب الدكتور أحمد طلاق نطالب رئيس المزراء وزير الداخلية مجلس القضاء العراق كل ما نديه حوقه أن يكشف عن الجنات مطالبنا حماية الأطباء هذا الخروج من المستشفى إلى مجلس العزاء إذا لم تنفذ المطالب سيكون خروج من المحافظة اليوم منذ أمس أغلقنا العيادات الخاصة ووقفنا العمل في المستشفيات الحالات الباردة ووقفنا الحالات الطارئة فقط إذا لم يكن هناك تنفيذ لهذه المطالب والكشف عن الجنات وتقيمهم إلى العدالة وتوفير حماية حقيقية للطبيب ستكون هناك خطوات تسعيدية أخرى ما تزال جهود أعضاء المشروع العربي مستمرة في محاولة إعادة العوائل النازحة من قرى نهر الإمام من خلال مخاطبات للجهة المعنية والضغط عليها لتعويض الأهالي وتأمين قرىهم تمهيدا لعودتهم مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير أكثر من عام مر على تهجير عوائل قرى نهر الإمام في قضاء المقدادية أحداث دامية الراحة ضحيتها عدد من أبنائهم بعد حرق منازلهم عندما دخل مسلح لتلك القرى هذه العوائل أصبحت تعيش معاناة مستمرة تتمثل في انعدام فرص العمل وفقدان المعيلة بالنسبة لعيشتنا تعبانا أكثر ما تصبر وضعية تعبانا من ناحية الأجار ومن ناحية المصرف المخضر والمسواق كله إضافتنا إلى علاج مال الدكاترة إضافتنا إلى العمل ماكو بيوت محتركة ومتضررة وتعويض لحد هذه الدقيقة ما حد عوضنا وفي حال استمرت تجاهل الحكومي لمطالب هذه العوائل بالتعويض أو أعادتهم للمناطق فإن بعض العوائل قررت أن تعود ونصب الخيام بالقرب من قرىهم فلا حيات لهم في الغربة التي استوطنوها منذ لحظة تهجيرهم خلال هالفترة إذا ما صارت رجوع أنه يشيرون خيام ويرجعون إلى منطقة الهارونية ويخيمون في منطقة الهارونية فمناشدتنا لكل المسؤولين ولكل صاحبي القرار أن يسرعون في عودة هذه العوائل ومنذ أنهجرت هذه العوائل وكان لأعضاء المشروع العربي موقفون اتجاه قضيتهم من خلال دعمهم بالمساعدات ومخاطبات مستمرة للجهات المعنية لحين وضع حلول لها وكان آخرها الاجتماع الذي عقد غرب بحقوبة تمهدا لحلحلة الأمور المتعلقة مع الجهات المختصة بتوجيه مباشر من قبل الشيخ خمس الخنجر بالتواصل مع نازحين نهر اليمام والميثاق والرشاد قمنا بالتواصل معهم سنعمل على تجهيز سلات غداية نحن معهم السمرون منذ أن بدأت أزمة النزوح الخاصة بنازحين نهر اليمام والميثاق سنعمل قريبا على ترميم الدور من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة اقتصاديا أعلنت حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بغداد بشأن ملف النفط والغاز إلى جانب استئناف المحادثات بين بغداد وأربيل وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى إن وفدة حكومة الإقليم سيزور بغداد الاثنين المقبل لمواصلة المحادثات مؤكدا أن الوفد الكردي سيلتقي بوزير النفط مبينا أن الاجتماعات السابقة كانت إيجابية وتوصلت إلى حلول في السياق الاقتصادي أيضا أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مواصلة الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق العملة وملاحقة المضاربين ضمن إصلاحات شاملة في بنية الدولة وشدد السوداني خلال الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية على ضرورة ملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق ورفع الأسعار مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواصل رصدهم ومحاسبتهم قانونيا للمزيد ينضم معنا الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري سيد عبد الحسن مرحبا بك على ما يبدو أن المشاكل النفطية بين المركز والإقليم في طريقها نوعا ما إلى الحل ما نوع الاتفاق الذي يمكن أن يكون الطرفان قد توصلا إليه؟ تحية لك والمشاهدين الكرام حقيقة الموضوع مهم جدا أن التوصل لأنه صار هاي عشرين سنة لم يتوصل الحكومة المركزية والحكومة الإقليم إلى اتفاق حول النفط والغاز وهذه خسارة للحكومة المركزية لأنه منذ 2003 وليا حدا لم تستلم دولارا واحدا من إقليم كردستان ألم أن إقليم كردستان أخذ مبالغ ضخمة جدا خلال هذه السنوات ولكن الآن عندما تتقارب المفاهيم النفطية بين الطرفين وعدم خسارة الطرف على حساب طرف آخر أعتقد أنه هذا من مصحة العراق ككل وبالتالي نتخلص من أزمات متعددة بسبب النفط والغاز فإذا إقرار القانون مهم جدا أيضا ربما المشكلة معكوسة بالنسبة لإقليم كردستان فغالبا ما يتحدث الإقليم بأنه يسلم ما عليه من النفط بينما بغداد لا ترسل الأموال له لا أبدا هذه معروفة يعني موضوع إقليم كردستان أنه لم يسلم حتى برميل واحد هو يصدر 800 إلى مليون برميل يوميا ولكن 250 ألف برميل يتفحل الحكومة المركزية وهذا معروف يعني والخلافات معروفة في هذا الجانب لذلك تم إيقاف المئتين مليار دينار عراقي للرواتب تأخذها الدولة يعني ما ترسلها الدولة بسبب عدم التزام قلين كردستان وهذا معروف يعني للشعب العراقي الخلافات كما ذكرت سيد عبد الحسن هي من 20 سنة ربما حتى هذه النقطة فيها خلاف لكن دعنا منها لنتوجه إلى سعر الصرف المحدد من البنك المركزي يختلف بفارق كبير عن الموجود فعليا في الصيرفات لماذا لا تزال أزمة الدولار متواصلة على الرغم من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مع البنك المركزي والتي يعلن عنها باستمرار عبر حزم ومجموعة قرارات أولا لا تمدي هذه الأزمة سريعا وإنما قد تطول لوندى الثلاثة أشهر أو أكثر نوعا ما يعني الأربعة أشهر لأنه الأساليب الجديدة في شراء الدولار وتحويل الدولار إلى الخارج جديدة على التاجر العراقي أغلب التجار العراقي القدماء يعرفون أنه دائما الاستيراد عن طريق الإلسي لا ترفق ردد يعني الاعتمادات المستندية وهذا حماية للتاجر وحماية لأمواله وإضافة إلى بضاحته تكون مطابقة لمواصفات لكن بعد 2003 مع الأسف هذه الغيت الاعتمادات المستندية بسبب العقوبات على العراق لحد 2003 فطبقة التجارة تبدلت الآن التاجر الموجود ما عند علمية ومعرفة بالاعتمادات المستندية في أراد معرفة ودراية في هذا الموضوع هو كان الأفضل قبل ستة شهر مثلاً لشر وثائق كيفية إدارة الملف في هذا الجانب عن طريق المنصة الإلكترونية وبالتالي من أجل تحويلات حتى لا يصير إرباك في هذا الموضوع لأنه الآن هو يخفت يعني يقل العرض للدولار في السوق العراقية لأنه الآن ليش الارتفاع؟ الارتفاع لأنه التاجر الذين يشتري حتى يحول عن طريق الصرافات لمن بتعود عن طريق المصارف؟ والمصارف أيضاً الحقيقة مو كل مصارف تشتري بالاعتمادات المستندية تتحدث عن التجارة من الخارج؟ سيد عبد الحسن أو ألا بشكل عام؟ نعم طبعاً مو التجارة والداخل أيضاً تتحدث لك عنهم تجارة إنه الحقيقة قبل كان يمطونا للتاجر فلوس عن طريق المزاد العملة ويحول إلى الدول التي هي ملتزمة معها من هذه الناحية الآن لا اختلفة وضعية أولاً الدولار قل عرضه بالسوق الموازي نسميه السوق الموازي فيرتبع سعر الدولار بشكل عام لكن نحن نلاحظ أنه من يوم الخميس لحد الآن انخفض سعر بينما ما نشيت أتكون ويقول لا ارتبع السعر لا انخفض من 153 قفل يوم الخميس الآن 150 ألف فإذن راح تنزل لأسعار ستيب باي ستيب شوية شوية ليس دفعة واحدة بالنسبة للسوق الموازي لكن لازم يتعلم التاجر أنه كيفية التحويل عن طريق الاعتمادات المستندية وشراء عن طريق الاعتمادات المستندية لأنه بعد ما يكون تحويل حتى يصل غسيل أموال وحتى لا يتحول إلى الدول المعاقبة مثل إيران وصولية وخوري الشمالي بالإضافة ما ذكرته حضرتك يعني من أجل مكافحة التهريب نشاط المضاربين والمتلاعبين بأسعار صرف الدولار الكل يؤشر وجود إخفاق بالسيطرة عليهم يعني ليس بالمطلوب كيف يمكن السيطرة على المضاربين طبعا صعب جدا السيطرة على المضاربين لأنه دلعتهم خبرة وإمكانيات وقابلية كبيرة جدا التهريب الحقيقة في كل الحكومات التي مضت قبل 2003 كل الحكومات لحد العهد الملكي ترى التهريب موجودة لا على شكل بضاع لا على شكل دولار وهذه موجودة يعني خاصة مع إيران مثلا نحن نودينهم شاي المهربين نودون شاي يجبون بضاع أخرى غيرها كلها عن طريق التهريب التهريب ما ممكن نسيطر عليها مئة بالمئة لا أقول لك تسعين بالمئة خمس سعين بالمئة ممكن نسيطر عليها لكن مئة بالمئة لا لأنه يكون هناك من يجازف وأعتقد لاحظنا نحن كواحد بخانقين حول مئة وثلاثين ألف دولار واحد في صلاح الدين ستمية وخمس ألف دولار يعني هاي اللي يزموهم بينما هو لا أكثر من هذا صعب جدا السيطرة على المهربين اللي يراد لك مدى طويل وتبقى نسبة معينة لا تقدر تستمر تتحدث عن خطة استراتيجية ربما تكون طاولة الأمد من أجل السيطرة عليهم شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري على كل هذه المعلومات برعاية ديوان الوقف السني أقامت مساجد منطقة الشعب في بغداد العاصمة احتفالا بمناسبة ذكرى معجزة الإسراء والمعراج بحضور النائب عن تحالف السيادة محمد فاضل الدليمي بالإضافة إلى عدد من أئمة وخطباء مساجد العاصمة وسهل الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى العديد ألقيت العديد من الكلمات التي أكدت أهمية هذه المناسبة في تعزيز الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى داعنا إلى ضرورة استلهام الدروس والعبار المستوحات من هذه المناسبة العظيمة في الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد ألقى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني 150 مشروعا خدميا وتطويريا في العاصمة بغداد وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان الله أن المشاريع تتكون من أربع مراحل تتضمن الأولى 70 مشروعا للتطوير وإكساء الشوارع بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع فيما تتضمن الثانية والثالثة مشاريع الجسور والأنفاق وقطاع الصرف الصحي أما الأخيرة فتتضمن تسعة مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وتدوير النفايات مجانا أمام عمة الناس فتح المتحف الوطن العراقي أبوابه التاريخية للتعرف على خضارة العراق من خلال آلاف القطع الأثرية واللوحات المعروضة في قاعاته العملاقة تفاصيل أوفاف التقرير الآتي مجانا أمام المواطنين أعاد المتحف الوطني العراقي افتتاح أبوابه ليعانق ما يضم من مقتنيات أثرية المهتمين بالتراث وحضارة العراق عبر بوابة زمنية متسلسلة تأخذك ممرات المعرض في رحلة تتعرف من خلالها على شواهد التاريخ والحضارة عبر المعروضات من قطع أثرية وألواح ومسكوكات ذهبية تعود حقبتها لآلاف السنين فإن الناحة تهم عندك الأصور القديمة فتراتها فإن الناحة حلوة خصوصا القاع الأشورية والفترة الحضر واحد لازم يشوف تاريخها وتاريخ أجدادها مثلما يقول شي مرتب بس أتمنى اهتمام أكثر بالموضوع أنه موضوع الحاجز بين الآثار وبين المواطن أكوتاش تيصير خير مقصود من الأطفال بالذات نحن نشوف بدول الخارج من نروح نشوف أكوناس يهتمون أكثر بالموضوع فالشي غريب أنه اليوم كلش حلو كلش فرحة أنه حضارتنا بعدها موجودة الأطفال يجي اللي يجي يشوف أنه أدنى حضارة أنه حضارتنا موجودة أنه التاريخ مننا موجود وهذا لازم كلش فرحة قاعات عملاقة ضمت نحو عشرة آلاف قطعة أثرية بعضها أضيفت لها آثار جديدة قلال عمليات التنقيب وأخرى استردت من الخارج بعد أن تعرضت المقتنيات الأثرية في الموصل للنهب والسرقة إبان سيطرة داعش الإرهابي حجر المتح في عيد ترميم أغلبها لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين وأخرى ما زالت قيد الصيادة حقيقة هذه المقتنيات البعض منها أهمية قصوى أو ما يطلق عليه بالماستربيس هناك مواصفات وشروط لهذه القطع طبعا تحدد من قبل لجان فنية مختصة لكن بشكل عام هي جميع مقتنيات التي تلت للمتحف الأراقي مقتنيات مهمة طبعا إحصائيات هذه مؤقتة لو قلت لك أن المعروض عشرة آلاف أو ما يزيد بعض الأحيان تقل تلك القطع أو تزيد حسب سياسة المتحف وكذلك بعض الأمور التي تحدث ربما هناك مثلا صيانة في أحدى القاعات يعد المتحف العراقي من أقدم المتاحف في الخارطة الأثرية العربية وهو الثاني بعد المتحف المصري تسعى جهاد الحكومية إلى أحيائه بالكثير من القطع الأثرية النادرة فرغم ما يعرض هنا تجمع الآراء المختصة على أنها لا تشكل سوى الجزء القليل من حضارة وادي الرافدين على الحديد قناة الفلوجة بغداد أما الآن ينظم إلينا رئيس جمعية الآثاريين العراقيين الدكتور حيدر فرحان أهلا بكم دكتور لو نتحدث عن إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي من جديد أهلا وسهلا بكم ورحياكم الله في الواقع عملية إعادة افتتاح المتحف العراقي من جديد هي خطوة مهمة ومهمة جدا على مستوى الحضاري وما يمتد به العمق الحضاري للعراق وكذلك على مستوى تعريف المواطن بهذه الحضارة العريقة طبعا فيما سبق في القرون الوسطى كان مفهوم المتحف هو أن يكون مكانا ترفيهيين لكنه بعد الحداثة التي حصلت في العالم أجمع ومن ضمنها العراق أصبح مفهوم المتحف يمثل هو الهوية الوطنية الجامعة لكل طوائف وأعراق المجتمعات في كل بلدان العالم وبما فيها العراق فإذن أصبح هو متنفس ثقافي إضافة إلى مجمع علمي وحضاري يتحدث عن حضارة الأمة عبر الأجيال ما يمتلكه العراق حقيقة يكاد يكون نادرا في كل بلدان العالم كونه بدأ في حضارته من الكهوف وصولا إلى الإمبراطوريات العظيمة لا سيما إمبراطورية البابلية الأولى والثانية وكذلك إمبراطورية الآشورية التي وصلت إلى مواقع متقدمة جدا في العالم فضلا عما حققته هذه الأرض المعطاء من حضارات إسلامية متعاقبة بدءا من الكوفة المدينة الثانية بعد المدينة المندورة كعاصمة للدولة العربية الإسلامية الراشدية ومن ثم العصر البابي للزاهر إذن حديثنا عن المتاحف وافتتاح المتاحف يكاد يكون حديثا متفق عليه بأنه يمثل الهوية الحضارية للمجتمعات جميعا ثم أن العراق وما مر به من كبوات حقيقة من سرقة المتحف العراقي فضلا عما قامت به الأعمال التخريبية التي قام بها تنظيم داعمش الإرهابي هذا الافتتاح يمثل صفعة مهمة لإرهاب بأن العراق لا زال حيا بتراك وانطلاقا من هذه النقطة بالتحديد دكتور حيدر يعني انطلاقا من هذه النقطة بالتالي نتساءل ما أهمية المتحف الوطني العراقي في ظل أن أغلب يعني اللقى الأثرية أغلب يعني وأهمها كذلك يعني تحتضنها متاحف عالمية طبعا هذا الحديث في هذا الموضوع حديث له شجون ويكاد يكون طويلا لا تسعنى هذه الدقائق البسيطة في وصفه لكن مع ذلك أنا أقول أن أرض العراق معطى وما فقده العراق من آثار في المتاحف العالمية تم استعاذتها من خلال التنقيبات الآثارية كبرى ما تحدث عن أعداد معينة دكتور يعني ما تمت تهريبه يعني التي تمت استعادتها التي يضمها المتحف ربما تطرقنا إلى هذه النقطة في التقرير هناك على الأقل عشرة آلاف قطعة موجودة الآن في المتحف الوطني العراقي لكن ماذا عن المفقودة والمهربة يعني والمسترد في الواقع ما تحدثوا عنه من آثار معروضة هي فقط معروضة عشرة آلاف قطعة آثارية لكن العراق والمتحف الوطني العراقي يمتلك أكثر من 200 ألف قطعة آثارية ما حصل من سرقة للمتحف العراقي أبان الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى الآن لم تصدر الجهات الرسمية أي رقم معتمد وإنما ما ذكر من فقدان 15 ألف قطعة آثارية أبان الاحتلال هي كانت تكهنات ولم تكتمل فيها عمليات الجرد حتى وقتنا الحاضر ولعل الرقم يزيد لكن مع ذلك في المقابل هناك صفحة مشرقة هو استعادة الكثير من هذه الآثار التي فقدت من قبل الموجودة في المتحف العراقي وتم استعادتها إلى أرض الوطن وهذه خطوات تبشر بخير ولعل الدبلوماسية العراقية قادرة أيضا على استعادة البعض الآخر أما ما ذكرتيه من أن هناك آثار عراقية مهمة على سبيل المثال الموجودة في برلين في متحف البرقامون أو الموجودة في متاحف اللوفر وغيرها هذه واقعا قد تم إعطاؤها من قبل الدولة العثمانية التي كانت عراق جزءا منها وبالتالي لا يمكن استردادها على اعتبار أنها قد سلمت من قبل الحكومة العثمانية آنذاك لكن أيضا هناك آثار لا زال العراق يتفاوض عليها بسبيل استعادتها إلى الوطن نعم لفتنا ما تفضلت بالإشارة إليه يعني تمت إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي لتعريف المواطن بتاريخه وحضارته نتساءل يعني لماذا التسويق الإعلامي العراقي يعني الحضاري ضعيف من المؤسف هذه مشكلة نعاني منها ليست اليوم وإنما مشكلة كبيرة أنه النصيب الإعلامي للحضارة العراقية ضعيف جدا منذ عقود طويلة وهذه محنة حقيقة تطرقنا لها في أكثر من مؤتمر وفي أكثر من ندوة وفي أكثر من قناة فضائية نحن بحاجة إلى تسويق حضاري واضح عن الآثار العراقية وعن الحضارة العراقية وما تتبناه هذه الأرض من آثار هي كنوز أغنى العالم بيئة الكامل بدءا من الكلمة والحرف وإلى القانون وإلى الإبداعات الإنتاجية المختلفة لكن ما نلاحظ أن الإعلام العراقي فيما يخص الترويج لحضارته ضعيف جدا لذا أنا أناشد من خلال قناتكم المعطاة قناة الفلوجة المحترمة أن تأخذ بيدها نحو مشروع عراقي للمحافظة على الأرض الحضار العراقي وللتعريف في الهوية العراقية المتمثلة بالمتحف العراقي ومتمثلة بالمواقع الآثارية في العراق جميع وهذا اللقاء هو بداية لهذا التوجه دكتور بداية لهذا التوجه بإلقاء الضوء واسعا على الحضارة العراقية العظيمة رئيس جمعية الآثاريين العراقيين الدكتور حيدر فرحان شكرا جزيلا لكم من انضمامكم إلينا خدميا أعلن النائب عن تحلف سيادة محمد فاضل الدوليمي إدراج مشروع مجاري الراشدية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية استجابة لدعوات الأهل فيما حث إدارة محافظة بغداد على توجيه دعوات إلى الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع المجاري التي سيباشر العمل فيها خلال شهر من تاريخ الإعلان وطالب الدوليمي بتوجيه دعوة مباشرة إلى شركات الرصينة المعتمدة لدى وزارة التخطيط لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن وعدم اعتماد أسلوب المناقصات والإعلان الذي يتسبب في هدر الوقت مؤكدا حاجة تلك المناطق إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية وإصلاح البنى التحتية الأساسية إصلاحا حقيقيا أكدت وزارة التجارة أن الحكومة خصصت مبلغ 500 مليار دينار لدعم المشاريع الصغيرة والكبيرة ما يشجع الصناع المحلية في البلاد وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون خلال معرض نتاجات القطاع الخاص الذي أقيم برعاية وزارة التجارة ذكر أن المعرض جاء لتمكين النساء الشابات من إيجاد فرص عمل ناشية تمكنها من الالتحاق بالسوق العراقية لافتا إلى أن جميع الصناعات الموجودة في المعرض هي أعمال يدوية الآن البرنامج المهم المستقبلي قائم على دعم هذه المشاريع من خلال دعم حكومة يقدم إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الحكومة العراقية قررت في إطار دعم المنتج وتشغيل أيضا العاملة العراقية وصرف تخصيص مبلغ 500 مليار دينار عراقي للقائمين على المشاريع المتوسطة والصغيرة وأعتقد اليوم الموجودين أغلبهم هو جزء من المشاريع المتوسطة والصغيرة تسهم في إبراز الصناعة العراقية التراثية شاركة قسم تمكين مرأة في وزارة التجارة مكتب الوزير من خلال عدد من الموظفات العاملات وغير العاملات لغرض إيجاد فرصة عمل لهم والمشاركة بأعمال يدوية بحثة بدون أعمال خارجية وذلك للسيطرة وتقديم بعض المساعدة لهم من خلال هذه المشاريع وهذا توجه حكومي نحن جمعت قصناع سارة سويت الستراغة مشكورة تسوي دائما بازارات وهذه من ضمنها هذه اللي هي مات القشلة مع وزارة التجارة من كل محافظات العراق نحن المجموعة وكلهم أعمال هاند ميد اليدوية للصناعات بالنسبة لي كروشية والصناعة الشموع كلها تجيع للنساء الذين يشتغلون وكل من عنده إمكانية وعنده طموح بأنه يوصل مختلف سحنانة بالبازار مختلف الأعمار في محافظة نينو وأقدمت منظمة كارتز وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توظيف 250 من الشباب الخريجين من حملة شهادة البكالوريوس ودمجهم بالقطاع الخاص في تلك المحافظة وذكرت المنظمة أن المشروع جاء للقضاء على البطالة في المحافظة لا سيما أن نسبتها وصلت لـ 40% حسب الإحصائيات الحكومية لافتة إلى أن 63 من هؤلاء الشباب حصلوا على فرص دائمة في القطاع الخاص ما يساهم في تحسين سبل العيش لهم ولعوائلهم مشروعنا هو بالتأكيد للقضاء على البطالة اللي هي في محافظة نينو وأكثر من 40% حسب الإحصائيات الحكومية فإن منظمة كارتز جمهورة تشيك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ارتعنا أن نأخذ هذه المبادرة والمشروع لتوظيف 250 شاب وشابة من الخريجين من حملة شهات البكالوريوس لأجل إدماجهم بالقطاع الخاص طبعاً إحنا كمديرية العمل والشؤون الاجتماعية نرحب بهذه المشاريع لأن هذه المشاريع راح تخفف عن كاهلنا إحنا اليوم عدنا تقريباً ما يقارب 200 ألف باحث عن عمل وكلمة عاطل عن عمل اللغة وسويناها يعني صارت باحث عن عمل فإحنا نرحب بهذه المشاريع لأنه راح تقلل من العبئ اللي يصير علينا أسهم هذا التدريب اللي هو التدريب أثناء العمل ماكو أي عمل أنه للتعينات وخاصة بالقطاعات الحكومية أنه نحن تخرجناها من قبل سنتياً من 2021 ماكو أي تعيين وحتى يعني بالقطاعات الخاصة كمدارس أهلية أن واحد يقدم لها ماكو إلا واسطات أو أحد عرف حتى تقدر تنقابل بها في محافظة الأنبار ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة إنقاذ نهر الفرات من الرواسب والملوثات التي تصب فيها حتى وصل الأمر إلى تضرر الأراضي الزراعية المترامية على ضفتي تفاصيل أوفة في التقرير الآتي ها هو نهر الفرات يستغيث في محافظة الأنبار نظراً لكترة المبازل على ضفافه التي أصبحت حواضن للنفايات فضلاً عن مياه الصرف الصحي التي ساهمت في تلوث مياهه حتى تغير لونه وفاحت منه الروائح الكريهة نحن شباب مجموعة من الناشطين البيئيين الداعمين للمؤسسات الحكومية والعين الموجودة داخل المحافظة التي ترصد المشاكل البيئية على حوض النهار وداخل المناطق السكنية وتوصلها للدوار الحكومية اليوم كانت عندنا زيارة من منظمة المرسي كروبس الوفد الأجنبي على متطلع على هم القضايا البيئية الموجودة هنا بالإضافة لذلك عدنا ورشة اليوم وعددناها مع الدوار الحكومية نطرح أهم المشاكل الموجودة على حوض النهار منظمات محلية ودولية متخصصة بالمعالجة البيئية حددت أسباباً وحلولاً لهذا التلوث من خلال ورشة أقامتها لإيصال الصورة إلى الجهات المعنية للتحرك بشكل فعلي وفوري والإسراء بكري المبازل وإنشاء محطات لمعالجة المياه الآسنة من المخرجات التي خرجت في هذه الجلسة هي وجود محطات أو الإسراع بإنشاء محطات المعالجة المركزية من المياه المجاري والأمور الأخرى هي كري وتنظيف المبازل في منطقة الشرق الرمادي كونها مهمة بسبب تأثيرها بارتفاع مناسب المياه الجوفية وتغدق المياه وأضرارها على المجتمع وأيضاً تكون حاضنة للنفايات التي ترمى في هذه المبازل كارثة تلوث الفرات طالت المزارعين ومربي الماشية بعدما انتشرت النفايات على ضفافه وفقدت أنواع كثيرة من الأسماك وأصبح خطراً على حياة الأحياء المحيطة من جضار حلول قد تسهم في إنقاذ هذه الثروة الوطنية ختم هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها دعماً لسيادة العراق بغداد تحتضن العرب في مؤتمر استثنائي وحدة الموقف ضرورة المنابر تدعو للقصاص من منفذ فاجعة الخالص وأطباء ديالة يضربون بعد اغتيال المدفع أربيل تكشف عن ملامح اتفاق مع بغداد بشأن النفط والسوداني يوجه بضرب مهربي العملة بحلة جديدة وبمقتنيات عمرها آلاف السنين المتحف الوطن العراقي يعيد افتتاح أبوابه مجدداً بسبب النفايات والمياه الآسنة فرات الأنبار يستغيث والمنظمات الدولية تحذر من كارثة صحية الفلوجة.tv للمزيد من الأخوار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله دمتم بعافية